اشتركوا في القناة مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس التركي وتمنيات جلالته لتركيا الصديقة كل تقدم وازدهار ولأعمال القمة الإسلامية التوفيق والنجاح في الوصول إلى نتائج تعزز التضامن الإسلامي خاصة في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها الأمة الإسلامية كما تبادل سموه خلال مأدبة العشاء مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة الأحاديث حول العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين ودولهم إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية هذا ووصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته عصر اليوم إلى جمهورية تركيا الصديقة للمشاركة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أعمال القمة الإسلامية الثالثة عشر ولدى وصول سموه مطار أتتوركب يرافقه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كان في الاستقبال مع علي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد مصطفى إليتاس وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا ونائب محافظ مدينة إسطنبول وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأيضا سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله سفير مملكة البحرين لدى تركيا موسيقى 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 اشتركوا في القناة